الحقيقة في موضوع مهم جدا عندي قبل ما نتكلم مع حضراتكم عن الأخبار اللي عندنا دلوقتي أنا بشوف ان احنا بننتظر فشل جديد لمنتخب جديد داخل الاتحاد المصري لكرة القدم فشل منتخب 2006 بجهازه الفني مع كابتن محمد وحب على ما اتذكر فشل منتخب 2003 مع مديره الفني كابتن محمود جابر طيب هل المنتخب الأولمبي داخل على فشل طيب خليني احكي لحضراتكم قصة المنتخب الأولمبي ايه عشان لما بنقول حاجة هنا بنقولها قبلها علشان الناس تعرف عشان على الاقل جمهور النادي الاهلي وهو السواد الاعظم من المواطنين في مصر هو اهلاوي فالناس تبقى شايفة ايه اللي بيحصل مع منتخب مصر الأولمبي هذا المنتخب المعد علشان نلعب في الأولمبيات القادمة منتخب مصر الأولمبي عنده مباراة 22 طيب هيتجمع امتى؟ هيتجمع يوم 15 مارس يعني بعد يومين أول تجمع ده هيكون بدون لعبي الأهلي والزمالك وفوتشر وبيرميتز اللي هي الأندية المشاركة في أفريقيا طيب متى سيكتمل المنتخب الأولمبي؟ هيكتمل يوم 20 هيكتمله يوم 20 طيب عندنا مباراة ودية مع السودان يوم 18 يوم 20 تكتمل الصفوف يوم 22 هنلعب مع زمبيا الساعة 6 على سالة الدفاع الجيومية تخيل حضرتك أول مباراة رسمية بعد شهر 9 اللي فات هي المباراة دي ودي أول مطش في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في المغرب هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 فأنت يوم 22 هتلعب أول مباراة في التصفيات اللي تأهلك للمغرب وانت هتكتمل يوم 20 طيب بعد كده هكمل لحضرتك بقية القصة لازم تسافر زمبيا تلعب مباراة العودة يوم كام؟ 26 مارس خلي بالك رمضان كل سنة وحضراتكو طيبين غالباً 23 اللي هو يوم الخميس فأنت هتروح تلعب 26 يعني بعد مباراة الزهاب بتلت تيام وفيها رمضان التلت تيام طيب هل حضراتكو عارفين السفر هيبقى عامل إزاي من هنا من القاهرة لغاية زمبيا حوالي من 11 ل 13 ساعة فيهم 3-4 ساعات ترانزيد في إثيوبيا على ما أتذكر يعني فأنا كل اللي بطلبه عشان أنا في 2006 اتكلمت وقلت فشل في 2003 اتكلمت وقلت فشل طيب هنا عشان أقدر حاسب اتحاد كرة القدم لازم إيه اللي يحصل وأنا الحقيقة هنا هتوجه لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف عندنا مباراة يوم 26 قبل بس ما أعرف نتيجة مباراة يوم 22 كمان عندنا مباراة يوم 26 مباراة العودة هتكون في سيام رمضان وصفر أكتر من 12-13 ساعة الطيارة الخاصة هتفرق كتير جدا 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 مع هذا المنتخب يعني الطيارة الخاصة مهمة جدا 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 أرجو من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هو يتدخل في هذا الأمر علشان يساعد اتحاد كرة القدم في أنه هو يجيب طيارة خاصة للعبين لأنه زي ما قلت لحضراتكم هتسافر يوم 23 تقعد 13 ساعة ما بين صايم وما بين صيام وفطار وعد كده تنزل وعد كده تطلع تلعب المباراة في الصيام فأرجو علشان نقدر نحاسب اتحاد كرة القدم دكتور أشرف إن أنت تساعد إن حضرتك تساعد فيه أن يكون هناك طائرة خاصة لنقل المنتخب الأولمبي هو اللي فاضل لنا المنتخب الأولمبي بعيدا عن المنتخب الأول يعني اللي فاضل لنا المنتخب الأولمبي معاهم مدير فني جيد نكلم معاهم مجموعة محترمة من المدربين اللي موجودين معاه وبالتالي أعتقد أن الدكتور أشرف صبحي لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية في ظل هذه الظروف الصعبة أتمنى أنه يخصص طائرة خاصة لبعثة المنتخب الأولمبي اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق في التصفيات والتأهل للأولمبياد عشان يفرح بلدنا ونفرح مصر كلها